بسم الله الرحمن الرحيم الميل الألكتروني هو كمية الطاقة المنطلقة لما نضيف ألكترون إلى ذرة متعادلة في الحالة الغازية يعني ذرة متعادلة لا سالبة ولا موجبة أني هنا بندخل عليها ألكترون لما ندخل ألكترون تطلع طاقة هذه الطاقة التي طلعت يسمونها الميل الألكتروني شوف عندك الفلور لما نعطيه ألكترون هنا ها تطلع طاقة تطلع طاقة هذه الطاقة يسمونها الميل الألكتروني يسمونها الميل الألكتروني يقول لك عل يقل الميل الألكتروني كل ما اتجهنا لأسفل في المجموعة ليش في المجموعة الوحدة لما تمسك مجموعة في الجدول الدوري وتنزل لي تحت ليش يقل الميل الألكتروني لأنه الحين تخيل الأكسجين هذا أنه بندخل على إلكترون الإلكترون اليديد راح يكون قريب من النوات فتجذبه بسهولة بسرعة دخله أما هنا راح تكون مسافة أبعد لأن عدد المستويات أكبر فصعب على النوات أنها تجذبه يقولك علل يزيد الماء الإلكتروني كلما اتجهنا اليمين في دورة وحدة يعني كلهم صفة وحدة مثل ليثيوم والبورون والنيتروجين كلهم في الدورة الثانية ليش قال لك شوف أول إلكترون هذا لو الدخله زين راح يكون على بعد معين من النوات ثاني واحد راح يكون أقرب لأن الحجم صغر فسهل على النوات تسحبه ثالث واحد راح يكون أقرب لأن الحجم أصغر فحجم الذرة يقل يسهل على النوات جذب الإلكترون اليديد إذن يزيد الماء الإلكتروني كلمة تجهنا اليمين هذا الجدول الدوري يزيد الماء الإلكتروني كلمة تجهنا اليمين ويقل كلمة تجهنا إلى أسفل والحمد لله رب العالمين